اشتركوا في القناة وقد ربط بعض المتابعين على موقع تويتر صورة الفتاة بصورة انتشرت سابقا لشاب باكستاني كان يبيع الشاي ثم تحول الى نجم وعارض ازياء حيث علق احدهم قائلا انما سيكونان ثنائيا رائعا من جهتها اوضحت شريستا لقناة بي بي سي في مقابلة لها انها لم تكن تعلم انه في ذلك اليوم الذي جاءت لبيع الخضار فيه مع والدها كان يجري تصويرها مضيفة انها رأت المصورة وهو يقوم باخذ صورة لكن لم تكن تعلم انها هي المستهدفة في الصورة تنحدر الفتاة من عائلة تعيش في منطقة باكلينغ باقليم جوركا الذي يبعد 55 كيلو متر عن العاصمة النبالية كاتماندو وهي تدرس ادارة الاعمال بينما تساعد عائلتها خلال عطلة نهاية الاسبوع في نقل الخضار وبيعها في السوق المحلية وتشعر شريستا بالسعادة بعد انتشار صورها على مواقع التواصل مؤكدة انها ستغتنم الفرصة للتعرف على بائع الشاي الباكستاني شاركونا رأيكم في التعليقات شكرا